أهلا بكم مرة تانية وإن شاء الله هكلم حضراتكم النهاردة على فيديو جديد من الفيديوهات المتعلقة ببرنامج الفوتوشوب لكن النهاردة هنتكلم على كيفية عمل تصميمات التريكو باستخدام برنامج الفوتوشوب وهنبدأ النهاردة بالفيديو الأولاني الفيديو هيتكلم على إزاي أقدر أعمل تصميم مقلمات يصلح للإنتاج على أقمشة التريكو اللي كلنا عارفينها ومنتشرة جدا أرجوكم لو سمحت واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان وصل لك كل جديد ولو عجبك الفيديو بعمل لايك وما تنساش لو عندك أي استفسار في نهاية الفيديو تكتب لي التعليق بتاعك قبل ما تمشي وأكيد هرد عليك فأعرف فرصة ممكنة ويلا بينا عشان نشوف الطريقة اللي بنتكلم عليها زي ما احنا شايفين وكلنا نعرف إن أمهاتنا اللي موجودين في البيوت لما كانوا بيعودوا في وقت فراغهم كانوا بيمسكوا إبريتين كده أو أحيانا لم يستخدموا إبرة واحدة ويحاولوا ينسجوا أقمشة التريكو دي من خلال استخدام خيط واحد فقط لكن لو نركز في الفيديو ده على تصميمات المقلمات الخاصة بأقمشة التريكو هنبص نلاقي دايما عندنا في أقمشة التريكو في صفة عامة في تصميمات المقلمات وهي إن الألم بتاعي دايما بيبقى ألم عرضي دايما بيبقى الألم عرضي ده طبعا لأن التصميم بتاعنا وإحنا بنشتغل بالإبرة طبعا بنبتدي نمشي سطر سطر ونبتدي نكمل جلومشة التريكو بتاعتنا من خلال فتلة واحدة بس فما عنديش طبعا زي النسيج العادي اللي هو فيه سدة ولحمة وابتدي تتعاشق الخيوط مع بعضها فاللي هنشوفه هنا إن دايما عندي التصميمات بتاعتي بتكون مقلمات عرضية تعالوا نشوف هنقدر إحنا نعمل برضو تصميم يعني زي ما إحنا شايفين كده أنا عندي هنا تصميم وهو مقلمات عرضية بالطريقة دي تعالوا نشوف لو هقدر أروح على الفوتوشوب ممكن نقدر نعمل إيه لو رحنا هنا أنا جبت بس في البداية كده حاولت أاخد الملمس نفسه أو بتاع التريكو أو حركة الغرزة الخاصة بالتريكو اللي احنا شايفينها دي فكل اللي أنا عملته دلوقتي إن الغرزة اللي أنا جايبها دي هبتدي أمسك مثلا البنتول هستخدم البنتول عشان ما يكونش عندي أي فيزر أو أي أنتي إليز اللي احنا كنا نتكلمنا عليه قبل كده أنا مش عايز أنتي إليز خالص في التصميم بتاعي طبعا بنبتدي نكبر ونبتدي نمشي واحدة واحدة باللون بتاعنا بنمشي كده مثلا ببتدي أرسم الألوان بتاعتي أو أنا زي ما انتم شايفين كده معايا حضراتكم أنا مشيت بالسطميم بتاعنا البدعت قمشي بها وعملت الخطوط اللي احنا شايثينها دي طيب بعد ما رسمت الخطوط دي ممكن أخفي دلوقتي الليار دي هنا هبتدي أمسح بس عفوا اللي احنا رسمناهك متلول زت همسحت الجزء اللي انا عملته قبل كده ايه اللي أنا محتاج اعمله دلوقتي أو اللي المفروض اعمله في الخطوة التالية بعد كده أنا دلوقتي فاللي أنا اعملته ان انا رسمت شكل الغرزة رسمت شكل الغرزة كنت بحاول بقدر الامكان زي ما احنا شايفين بتاع الغرزة اللي موجود عندي. طبعا ممكن تجيب اي نوع غرزة وتبتدي برضو بنفس الكايفية تقدر ترسمه زي ما انا رسمته باستخدام نرجع تاني. ايه اللي انا هحتاج اعمله دلوقتي? انا كل اللي هحتاج اعمله انه هعمل احاول اني اخد دوت بحيس انه يكون فيه نوع من التكرار. طيب هنرجع تاني برضو احنا رسمنا دي عبارة عن الجزء اللي هنا ده بس. ااكد على حضراتكم. انا رسمت الجزء ده اللي هم التلت خطوط دول. بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وبعد كده خدتهم كوبي. والكوبي دوت عملته جديد عشان يديني الجزء اللي هنا ده. وبعد كده طبعا طلع مطابق لده او لنفس اللير. وبعد كده اعمل لها كنترول تي او عشان تتقلي بالناحية التانية. بمعنى احاول برضو اوري حضراتكم انا عملت ازاي من الاول خالص. الشكل بتاعي كان مرسوم بالطريقة دي. طبعا استخدمت البنسل طول. وده اتارسم على الحدود بتاعتي او الشكل بتاعي اللي انا المفروض عايز امشي عليه. يعني انا رسمت تقريبا الشكل ده. فكل ما انا هعمله. اروح اعمل كنترول جي. كنترول جي دلوقتي اديتني لنفس اللير. اعمل كنترول تي. وانا واقف على كنترول تي. هدوس كليك يمين. واعمل انا كده عملت العكس بتاعها. هبتدي اخدها وحركها كده. مع عشفت عشان تروح على نفس المستوى. بالزد. احاول طبعا احافظ على الفروق اللي انا مستخدمها عندي. طيب اعملت الليرين دولت. فبكل سهولة. هبتدي احدد اللير تانية كمان. وبعد كده اعمل لها. دلوقتي اصبحت دي اللير واحدة. كل اللي انا محتاجة اعمله دلوقتي ان انا اعمل تاني. كنترول جي. لكن اللير الجديدة انزل بيها تحت. عشان تبتدي تديني الحركة بتاعتي. وانا ممكن اقرب بالطريقة دي. كده هتبقى في غرزة فوق وغرزة تحت. انا عملت تكرارين من الغرز عشان عايز اسهل على نفس شوية واستخدم وابتدي بكل بساطة احاول اني اخد عملت تقريبا بتاعي. طبعا بحافظ على ان هو يكون مربع ومستطيل. وبحافظ كمان على تكون زيرو مش اكتر من كده. بكل بساطة اروح عندي ومن هروح على انا دلوقتي عرفتها كبترن. لما هعمل يعني هفتح ملف جديد. ونختار الملف دوت مسلا تقريبا افور. هقف هنا في دوت وبعدين هبتدي اقول له عشان اروح على او من قايمة هروح على واختار والمرة دي هختار اللي انا لسه عملتها دلوقتي. دلوقتي نزل عندي الشكل اللي احنا شايفينه ده. لما نكبر كده هنلاحز ان انا عندي الغرز بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. طبعا الغرز دي دلوقتي من المفترض ان هي كلها بلون واحد. لكن في تصميم المألمات انا المفروض عندي اكتر من لون. يعني مثلا لو رحنا هنا كده. حاولنا نظهر ده. يعني عندي مثلا هنا الم بلون وفيها الم بلون فانا عندي كم غرزة ادي مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة فانا عايز اعمل مسلا اربع غرز بالطريقة دي هنا. طيب نقدر بكل بساطة واحنا واقفين هنا كده نروح على وبعدين خد بالك انا مش عايز خد بالك كمان انا مش عايز اي في الموضوع خليها كمان زيرو. يبقى وانا واقف هنا كده لو استخدمت اللون الاحمر ده وجيت ضغط مثلا هنا. هنلاحز مع بعض كده لما اتكبر قوي هنلاحز ان المساحة البينية دي فقط هي اللي تم تلوينها. طيب احنا زبطنا الاعدادات دي عشان هوريكو لو انا كنت حاطت هنا وتعالوا نضغط هنا لاحظتم معي ان في لون دخل هنا وكمان في درجة لون اختلفت هنا في الاسود نرجع تاني لو انا زودت كمان خليتها زي ما كانت اتنين وتلاتين شوفوا معي كده لما ندوس هنا اه لما انكبر قوي كده هتلاحزوا معي ان هنا في كمان فرق لون واضح جدا فهو كده قدر يضيف لي لون تاني عشان بدأ يعمل لي والتولرانس اصبح اللون بينتشر من المنطقة اللي انا ضغطت فيها للمناطق المجاورة حسب التولرانس اللي كان موجود هنا طبعا انا هعمل وبعد كده بكل بساطة هنكبر كده وبعد انه غير زي ما قلت لحضراتكم غير التولرانس دي خليها زيرو وشير الانتي إليز احنا مش محتاجين خليك ما اكتف دي او دي وتعالوا ندوس هنا انا كده عملت الغرزة للنحية دي كمان انا محتاج كمان الغرزة المقابلة ليها عشان هي الغرزة تكمل بالطريقة دي طيب هو خد اربعة تبقى الاتنين تلاتة ادي اربعة طيب هو ده الصف بتاعه اللي هو اربعة طبعا من المفترض ان انا ابتدي بقى الاربع غرز دولة اكررهم كده بعرض كل التصميم بتاعنا لكن انا حاول اسهل على نفس شوية وبصوا معايا كده هسهل ازاي لو جيت انا كبرت كده شوية وبعدين تخدمت السنجل رو ماركيو تول وبدأت اضغط هنا واعمل كليك كده مسلا احنا عارفين ان السنجل رو ماركيو تول بيديني خط عرضي او صف عرضي من التحديد التحديد دوت دايما بيكون السمك بتاعه او السيكنس بتاعه بيكون واحد بيكسل دايما بيكون واحد بيكسل لو بكل بساطة انا روح تخذت الماجيك واند وبعد كده اكتف دي الاداية الخاصة بالنيو سيليكشن وبعد كده هروح هنا ادور على اللون الاسود ده هضغط على alt واروح dis click هلاحز ان هو عزل اللون الاسود او خصم من بتاعي اللي هو بعرض التصميم بالكامل اللون الاسود اصبح دلوقتي محدد المساحات اللي هي باللون الابيض يعني التحديد عندي بقى في المنطقة اللي باللون الابيض فقط مش اللي باللون الاسود طيب بكل بساطة اروح على select ومن select خد ال option اسمه grow هتلاحز ان هو بدأ يحدد لك المساحة التانية اللي هي ايه اللي هي المفروض انها موجود فيها اللون الابيض طبعا هو حدد قد ايه يا جماعة هنلاحز ان هو حدد صفين هو حدد دلوقتي صفين طيب انا كنت عايزة احدد صف واحد فممكن اعمل تاني دي select تعالوا نتراجع تاني ناخد وتعالوا نضغط مسلا هنا كده انا ضغطت بالطريقة دي واخد وبنفس الكايفية هضغط على alt واروح عند الاسود وادوس دلوقتي هو محدد اللون الابيض لو جيت روحت دلوقتي عند select وخدت منها grow انا دلوقتي هلاحز ان هو حدد لي فقط المساحات دي طب شوفوا بقى معايا كده بكل بساطة احنا كنا بنلون غرزة غرزة لكن دلوقتي هو محدد لي الغرزة بالكامل على عرض المنسوب كله على بعضه بكل بساطة قلينا نعمل fill جرب خلينا نعمل fill هنا بال foreground color بدأ يتلون معايا بالطريقة اللي احنا شايفينها يبقى كده انا لونت كل المساحة بتاعتي او الغرزة بتاعتي بعرض المنسوب بالكامل نصغر كده لنتيجة هتبقى موجودة عندي بالشكل دي طب تعالوا نكبر تاني انا قلت ان انا عايز اربعة بقى مش عايز اتنين بس فممكن المرة دي بدل ما هو single row ممكن استخدم الشكل بتاعنا اللي هو المستطيل بس طبعا هيبقى في صعوبة شوية ان احنا يعني نحاول نشوف الجزء اللي احنا بنمشي عليه فين بالطريقة دي نكبر شوية عشان نشوف احنا ماشيين مزبوط ولا لا وبعدين تعالوا ناخد تاني الماجيك واند ونبتدي نكبر شوية هنا ونشوف برضو لو انا ضغط على اللون الاسود وانا ضغط على alt فبدأ يرسم لي الشكل بالطريقة دي نخش تاني على select ومن select ناخد group هو دلوقتي محدد المساحة دي ومحدد دي ومحدد دي ومحدد دي يعني دول كده تقريبا الاربعة اللي احنا بنتكلم عليهم هتدوس على shift backspace ولون انا كده لو صغرت دلوقتي بالطريقة دي control d هنلاحز مع بعض ان الشكل تلوي عندي بالمساحة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي اربع صفوف بعرض التصميم يبقى بالطريقة دي احنا عملنا اول اول سطر لو رحنا بقى هنا كمان ودورنا مسلا على يعني تصميم يكون فيه اختلافات كده ويكون واضح فيه انا بعمل كم سطر وكم سطر والحاجات دي ممكن نستعين به او طبعا انت كمصمم تقدر تعمل التصميم اللي انت عايزه فانا عندي هنا مسلا تصميم زي ده ممكن اخد لون ازرق وبعد كده مسلا مجموعة بالابيض وبعد كده مجموعة بالاخضر وهكذا فارجع انت شوف التصميم بتاعك يكون عامل ازاي خلينا نعمل احنا تصميم من دماغنا كده لو انا حددت كمان مسلا هنا دول والطريقة دي وانكبر انا طبعا بصغر عشان بس اجيب التحديد بتاعي بعرض التصميم بالكامل وانروح تاني على وكرر معاكم نفس الطريقة هي تاني هروح هنا على اللون الاسود اضغط واتباتي بقى محدد اللون الابيض هروح على وعمل دي المفروض ان هي بتمد بتاعي في الاطار المتاح عنده بنفس اللون خلينا دلوقتي برضو نعمل بلون نعمل اوكي كنترول دي انا دلوقتي برضو بنفس الطريقة قدرت اني اعلون تلات سطور ممكن طبعا نبتدي نكرر ما فيش مشكلة نعمل تاني وعليكم مسلا هنا مجموعة كبيرة كده شوية ايه برضو نفس الموضوع كبر لما هكبر هستخدم ومن الماجيك واند هيكون واقف على لكن هدوس على واعمل فبدأ يشلي او يقسم لي اللون الاسود منه اللي هو المحدد للغرس بتاعتي هبتدي تاني اروح على واخد منها فيبتدي ينشر لي الساحة بتاعتي عشان اعمل الفل واخد وعمل اوكي وبعدين هصغر كده طريقة اللي احنا شايفين هدي انا قدرت احدد كل المساحات اللي موجودة عندنا بالطريقة دي طبعا نقدر نستخدم الوان تانية مفيش ما يمنع ونقدر نستخدم التصميم بالوان اللي احنا شايفين هدي وكمان لو انا خلصت كل المساحة اللي موجودة عندي دي ممكن اعمل عليها عشان اوفر على نفسي بقى لو كان هو ده التكرار بتاعنا اللي هيفضل نستمر على طول التصميم ممكن انا هبتدي اعمل تحديد نقف هنا كده ممكن استخدم هلينا نحط في المكان والمزبوط نمسك طبعا المفتول نبتدي الحرك عند المنطقة دي كده اهي وبعدين ننزل تحت كده هنقف بالجايد برضو في نفس المكان هنا هكده عملنا للمساحة بتاعتنا اهو طبعا ممكن ناخد كل المساحة دي او ناخد حتى بس لو هو اطار واحد فقط كبر تاني اقدر احط جايد تاني بفيش مشكلة طبعا هي بس المشكلة بتاعت التصميم اللي من النوع ده ان هو بيبقى طبعا لو انا عايز اعمل الغرزة صغيرة قوي كده فتبقى شوية متعبة للمصمم لكن في الاخير يعني هنتعب شوية لكن النتيجة هتطلع زي ما احنا عايزين او النتيجة المطلوبة يعني هو ده المطلوب ان احنا نزبط النتيج بتاعتنا تعالوا ننكبر كده وبعدين نخش على وناخد منها هنا هقدر دلوقتي احدد مسلا ده اجيبه هنا كده حاول نزبط كده خضر المكان يبقى وقف عند الخط ده هنشوف نفس الخط فين بالضبط ونوقف عنده طبعا مهم كده ان احنا نعمل الشغل ده والدخول لدقة انا دلوقتي بقى ده التحديد بتاعها هدوس انتر هنفذ التحديد بتاعنا هدوس على ايدة واروح على وقل له اوكي انا دلوقتي عرفت دي هنعمل نفتح ملف جديد ونعمل وفي الملف الجديد دوت انا هعمل دلوقتي واختار منها وباترن ومن وباترن هبتدي اختار الباترن الجديدة بتاعتنا واعمل اوكي عشان نلاقي التصميم بتاعنا عشان بس اساهل عن نفسي معودش ارسم التكرارات دي مرة انا عملت واحد بس وقدرت اوصل اني او طلع الشكل اللي احنا شايفينه دوت او الشكل اللي استفادته على كامل المنسوج اي ان كانت مساحته بالطريقة دي احنا قدلنا نعمل التصميم بتاعنا اي احنا شايفين ده خلينا نروح على ومن طبعا احنا ممكن نعمل سيلكت لو خدت انا شالكت وخدت color range ومن color range بدأت اخد وليكم مثلا اللون اللي هو الاحمر ده نكبر كده شوية عشان نبتدي نحدد اللون بتاعنا خدت اللون الاحمر وبعدين الفيوزنس خلتها zero لو قلنا اوقي انا لقيه حدد اللون الاحمر بالطريقة اللي احنا شايفينها دي اهي وتحديد ضغير جدا مفيش في اي مشكلة نروح تاني اهو هو محدد اللون الاحمر في كل التصميم بتاعنا او في كل الملف فبكل بساطة انا ممكن نعمل control x control v ولكن هروح هنا على واخد واخد منها عشان ينزل في نفس الاماكن بتاعته بالزبط مش عايز يحصل له اي ازاحة اطلاقا ولو حتى واحد بيكسل وبالتالي ابقى متطمن ان التصميم بتاعي نازل في نفس مكانه بالزبط طب انا عملت كده ليه وحطيت ده هنا ليه عشان انا عايز اتعامل مع ده عشان اخلي التصميم بتاعي اه او عايزه يكون واقعي اكتر فطبعا الملمس هنا ملمس صريح وحاد فممكن كمان احنا نضيف عليه بعض الملامس لو رحنا على فلتر واخترنا من فلتر مسلا نشوفنا وعملنا ونشوف كده مع بعض ادي المفروض ان هو اداني ملمس كده بشكل اختلف شوية الملمس دوت هيقربني اكتر من الشكل الخاص بالتريكو نفسه او بالخيوط بتاعه نعمل دي اول اضافة انا شايف ان انا ممكن اضيفها لما هنصغر كده هنحس ان هو برضو اقرب الى الخيط الى وبر كده هنخش تاني على او ونبتدي ناخد مسلا حاجة زي عشان ندينه نوع من انواع البروز مسلا نحاول بس بقدر امكان ان احنا نزبط القيم بتاعتنا بالطريقة دي انا شايف ان هو بقى اكتر اقترابا من الواقع الشكل اللي احنا شايفينه دوت انا اصبحت مقرب جدا للواقع لكن انا بس هقول لحضراتكم على حاجة بسيطة انت لو هتبعت التصميم دوت لمصنع عشان يشتغل عليه فهو مش محتاج طبعا التأثيرات اللي احنا ضفناها دي فالمفروض ان انت تكون شايل الف اكس اللي احنا حطناها وكمان تكون شايل الفلتر فلو عايز تخلي الفلتر ده يتشايل او يتحط في اي وقت فخلينا نعمل حتى كنترول زد انا رجعت خالص قبل ما اعمل اي حاجة على اللير دي هروح كليك يمين واحاول اللير دي لكونفيرتو سمارت اوبجيكت حولتها لسمارت اوبجيكت لما اجي احط عليها الفلتر بالطريقة دي اهو واعمل اوكي هينزل الفلتر هنا وممكن بكل بساطة اخفي الفلتر او ازهره يبقى حاول تستخدم وخصائصها عشان تقدر تقفل الحاجات دي في اي وقت كمان ارجع تاني عند الخاص بالليير اهو ودي في اللي انت عايز اوامل اوكي برضو كمان احنا ممكن نشيل العين اللي قدامه وبالتاني نخفيه يبقى بكل بساطة انت تقدر في اي وقت ترجع دولت لان المصنع او المنتج هيبقى محتاجه وبالطريقة دي بس هو بقى محتاج توزيع الالوان بتاعته فين بالزلط طبعا كمان لو تلاحظوا معي الخطوط اللي في النص دي الخطوط اللي هنا فهو ممكن برضو ما يبقاش محتاجها بيكون محتاج الفتلة دي على بعضها كده اديه انا طبعا ضايف الحاجات دي عشان تبقى اقرب الى الواقع لكن لو انت عايز تلحى المنتج او المصنع فتقدر انت تعمل الشكل بتاعك ترسمه عبارة عن مساحة كده وخلاص يعني ترسم كل دي كده الفتلة دي كده على بعضها وخلاص وتعمل واحدة تانية قدامها من هنا بس طبعا احنا زي ما قلنا المفروض اني انا بعمل المعكوس بتاعها او من نفس الشكل عشان يطلع مطابق له تماما طبعا كلام ده كله زي ما قلت لحضراتكم لو انت حابب انك تودي التصميم بتاعك للمصنع ينفزه مثلا هيبقى محتاجه يكون اكثر وضوحا يعني وبساطة من التعقيد اللي احنا بنعمله ده واضافة كمان الاناصر اللي هي ممكن تساعد في توضيح ان الشكل واقعي اكتر او التصميم واقع اكتر وكده اكون واريت حضراتكم ازاي بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا وكم خطوة معدودين مهماش كتير نقدر بكل بساطة نعمل تصميم مقلمات على قمشة التريكو وخليكم معايا ان شاء الله الفيديو اللي جاي كمان هكلم حضراتكم ازاي نعمل بقى كمان اشكال على يعني ازاي اقدر اعمل تصميم في مجموعة اشكال او عناصر متعددة الالوان على وطبعا مش كل تصميمات بتكون تصميمات مقلمات فقط لكن ممكن يكون فيها بعض الرسوم اللي ليها تفاصيل دقيقة شوية هنشوف ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ازاي اقدر اعمل كلام ده هتمنى اكون الفكرة واضحة بالنسبة لحضراتكم والموضوع كان سهل ما هواش في اي صعوبة ويريد تنتظروني في الفيديو اللي جاي هكلم حضراتكم عن ازاي استخدم اي وحدة زخرفية او اي شكل اي ان كان شكل هندسي شكل طبيعي شكل حتى من رسومات الاطفال ازاي نقدر نستخدم الاشكال دي في ان احنا نطلع تصميم يصلح في التنفيذ كمنسوج على اقمشة التريكو يعني ممكن ابعته للمصنع عشان يقدر ينفزه على المكينات بالتصميم اللي احنا عاملينه بحدده الغرز بتاعتي في كل للم الالوان وبعته بالتصميم بكل بسهولة يقدر ينفزه لنا على مكينات التريكو اترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته